اقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سافير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل عشاء على شرف السير جيفري تانتم بمناسبة تكريمه من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية الشهر الماضي بمنحه لقب فارس سير والذي تمنح الملكة للشخصيات المهمة والمؤثرة والذين يساهمون في الانجازات الكبيرة على مستوى العالم في مختلف المجالات وقد منح السير جيفري تانتم هذا الشرف لخدمته المتميزة ومساهماته البارزة في تطوير العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لمدة تزيد على عشرين عاما قام خلالها بتشجيع المصالح المشتركة والعمل على تعزيز التعاون بين المملكتين وخلال الحفل القام عالي السفير كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن تقديره للدور الذي يؤديه السير جيفري لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين وإدراكه لقيمة تلك العلاقات ومدى أهميتها لأمن واستقرار الخليج ومنطقة الشرق الأوسط كما أشار معالي السفير في كلمته عن أهمية تعزيز العلاقات بين المملكتين في الوقت الذي تتسم فيه القضايا الإقليمية بالتعقيد في ظل قيام بعض الجهات الإقليمية على تقويد القيام والمصالح المشتركة ومن جانبه عرب السير جيفري عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربطه بمملكة البحرين قيادة وشعبا معربا عن وجهة نظره بأن مملكة البحرين تتحلى بأقرب علاقة مميزة مع المملكة المتحدة في المنطقة وهذه العلاقة المميزة برزت بوضوح من خلال مظاهر ونتائج زيارات الأخيرة المتبادلة بين المملكتين وآخرها زيارة صاحب السمو الملكي وليل عهد حفظه الله اشتركوا في القناة